السلام عليكم إذن اليوم فرد خاص بالسنة الثانية الثانية شعبة أدب وفلسفة ولغات أجنابية وحدة science of the time فرد خاص بالفصل الأول توجد العديد من فرض والدروس والامتحانات والتعابير خاص بهذه الوحدة شوفوا مجموعة الدروس تصيبوها في أول تعليق إذن اليوم سأقدم لكم هذا النص نشرحه النص ونجابوه مع بعضنا بالنسبة للنص تقدروا تصيبوه موضوع الانتحان تصيبوه في الفيسبوك انستجرام وكذلك في المنتدى اللي يحب يحاول فيه قبل ما يشوف الحال قروا النص مع بعض هزو الكلمات حياة سكان الاسكيمو عيشين في شمال أمريكا تغيرت كثيرا في ثلاثين سنة إذن كانوا معتادين على الحياة والعيش في الإقلوز هي منازل التلجية نصوان في فصل الشتاء لكن اليوم العديد منهم يعيش في منازل في مدن صغيرة كانوا معتادين على استياد الفقمة من أجل لحمها ووبرها أو فروها العديد منهم ما زالوا يرتدون جلد الفقمة الملابس المصنوعة من جلد الفقمة لأنها تعتبر دافئة جدا لتحرك من خلال التلج إذن كانوا معتادين على ارتداء أحدية تلجية خاصة في أرجلهم العديد من هذا الناس الإنيويت الناس الإسكيمو يقودون سنو موبايز يعني عربات تلجية هذه المشينز والعربات تستطيع السفر لمسافات بعيدة في وقت قصير كانت تأخذ منهم أيام وسابيع للسفر لنفس المسافة أطفال إنيويت لم يكنوا معتادين على الذهاب إلى المدرسة كانوا يتعلمون كل شيء من آبائهم الحياة ليست صعبة كما كانت من قبل But many of the elder Inuits hate town life But العديد لكن العديد من سكان ولا من كبال Inuits يكرهون حياة المدينة And want to go back to the old days ويريدون العودة إلى الأيام القديمة This is program 3 Now نشوفوا questions مع بعد We have Choose the right answer The text is about النص حول The houses of Inuit people منازل ناس الإنيويت The change in Inuit lifestyles التغير في أسلوب حياة الإنيويت Or The way they used to hurt sales ولا طريقة التي تعد على استعمالها من أجل استياد الفقماز سو من النص فهمنا أنه يحكي على كيفاش كانوا الإنيويت من قبل كانوا يعيشوا في إجلوز ومبعد في سموت هاوسز كانوا يستعملوا سنو شوز ونو يستعملوا سنو موبايلز إذن يحكي باللي على differences والاختلافات وال changes التغيرات في حياة الإنيويت So this is the right answer يحكي على the change in Inuit lifestyles عادة لما نحوصوا على titles of the text والعناوين النص ولا general idea of the text ولا لوش يحكي التكست نشوفوا first paragraph first sentence هل يعتبر topic sentence هي الفكرة ولا الجملة اللي يعتبر كمدخل للنص دائمنا نقدر نهزو منها العنوان general idea of the text ولا الفكرة العامة للنص good إذن قلنا باللي the lives of Inuit people and so on of North America have changed إذن رح يحكينا على التغيرات اللي حصلت خلال 30 سنة next we have say if the following sentences are true or false true or false صحيحة وخاطئة a the Inuit lifestyle hasn't changed حياة الإنيويت ولا أسلوب عيش الإنيويت لم يتغير this is false لأنه كما قلنا النص أصلا يحكي على changes تغيرات في حياة الإنيويت so this is false ننص نص هي الفقرة الأولى كما قلنا يحكي على changes be we have no one of them wear still skin clothes today ولا واحد منهم يقصل الإنيويت يرتدي ملابس جلد الفقمة اليوم this is false أنه من النص what we have النص يقول many of them العديد منهم good so still wear still skin clothes so false see today اليوم most of Inuits معدم الإنيويت don't use snowshoes to move over the snow this is true معدمهم لا يستعملون snowshoes they use snowmobiles من النص we have today many Inuits يعني العديد منهم most of them use snowmobiles D the elder Inuits الانيويت الكبار في العمر prefer the life of the old days this is true they prefer old days من النص we have يحبوا الأيام القديمة so so life is not as hard as it used to be but many of the elder Inuits hate to turn life and want to go back to the old days which means they prefer old days هذا في ملخص true or false true or false next we have what do the underlined words refer to in the text we have they هم their positive adjective تع ذي ملكية there these machines these machines so نشوفهم في النص we have we have they هم which means عنا plural حاجة جمع أشخاص أو أشياء ذكرت قبل they نرجع لجملة this one so they used to live in إغلوز هوا شكون هما Inuit people so ذي ترجع ل Inuit people good ولا Inuit people of North America المهم Inuit people next we have their their positive adjective they used to hunt sales for their meat and fur كانوا يستعدون sales الفقمات من أجل لحمها وفروها الفرو اللحم تعد sales so there ترجع على sales الفقمات sales sales good next we have these machines these machines so these machines ترجع على snow mobiles لأنها جت direct المراحة يعني هذه الوسائل ولا هذه الآلات تعني snow mobiles next we have answer the following questions according to the text where do many of the Inuits live nowadays nowadays من ت today وين يعيش من of the Inuits so هنا نجاوب إجابة كاملة ويسأ many of the Inuits live nowadays in النص we have so many of the Inuits here live today or nowadays in houses in small towns in houses in small towns today mental nowadays next so this is the answer B why لماذا do many of them still wear sell skin clothes why بقوا يلبسون ملابس جلد الفقمة why because will let me say many of them still wear sell skin clothes because لأنها they are warm or very warm unless we have good like this so many of them still wear sell skin clothes because they are very warm very warm دافي أجد them so this is the answer C why لماذا why do they use snow mobiles لماذا استعملون snow mobiles why they use snow mobiles because لأن so good we can say they use snow mobiles because they can travel long distances in a short time لأن هال snow mobiles يستطيعون السفر لمسافة طويلة في وقت قصير good this is the answer five finding the text words which are opposite meaning to opposite which means opposite antonym we have cold so cold bared we can انقدر نصيبه في النص hot ساخن a warm دافئ different مختلف we can say same or like and so on like we have easy سهل we can find انقدر نصيبه difficult ولا hard في النص we have so cold we have warm دافئ then different we have here different we have same مثل then the last one easy it's hard next we have six complete the chart as shown in the example we have noun adjectives سوهنا ما كانش قاعدة فقط بالنسبة adjectives و nouns كفر نجيبه verbs النص في الاخير نزيد مثلا إيك إيدي فول إيف تعال adjectives مثلا we have noun nostalgia adjective nostalgic traditional adjective noun tradition hope noun helpful or hopeless adjective active adjective action noun هذي كتكون عندكم vocabularies مفردات قدروا جيبوا noun verb adjective next seven we have seven put a suitable relative pronoun in each gap كل فرغ عندكم تعمروا بrelative pronouns relative pronouns هما اللي يعودوا here for example we have which who whose هم والدرس عندكم مراجعة شاملة الوحدة signs of the time خلي رابط في اول تعليق شاهدوها مهمة جدا فيها الشرح تاعة relative pronouns سقعوهم في الفروض والامتحانات so the people leave there can't be happy now we can say the people live there they can't be happy so here راح نستعمل relative pronoun but plus persons we say the people who leave there can't be happy الناس الذين يعيشون هناك لا يكونون ولا لا يستطيعون ان يكونوا سعدا so here who be we have the children parents work as are left to themselves all day all day long all day long so here we have the children whose parents والذين اباؤهم يعملون يتركون بمفردهم طول اليوم so here we have the children whose parents والذين اباؤهم then see we have the women you spoke to yesterday sorry the woman المرأة you spoke to yesterday is my teacher of english we have the woman whom you spoke to المرأة التي تكلمت معها yesterday is my teacher of english هي أستاذتي في اللغة الانجليزية do we have find the pen جيد القلم i gave you this morning so here the pen we say find the pen which i gave you this morning which بالنسبة رلاتي برونو شوفوا المراجعة تدروس الوحدة eight we have find in the text the homophones of the words below تاني homophones homonyms موجودة في المراجعة شرح مبصل للدرس we have meat good جيبوه homophones من النص there where homophones هما تكون عندكم words عندهم same pronunciation نفس النطق different meaning different spelling معنى مختلف وكتابة مختلفة so here meat يقابلا سواء لنا meat اللحم موجودة في النص there هناك we have there positive adjective where we have where يرتدون من النص نشوفوه مع بعد سرو here we have meat to meat اللحم موجودة يقابلا سواء we have there and there هناك and there same meaning sorry same pronunciation different meaning different spelling we have also where and where يرتدي where هناك هذا بالنسبة لهم وفون إذن كان هذا هو الفرد تاليوم إن شاء الله راح يفيدكم طالعوا على دروس القناة رابط الدروس موجودة في أول تعليق لايك للفيديو بارتاجيوها مع الزملتاكم وتشتركوا في القناة سبسكرايب القناة وفعلوا الجرس بالتوفيق لكم جميعا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر